بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الله لأينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة أسبوع الحس والمزايدات إبراهيم أهلا بك أبا شمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأثنين من ملك وكتابة الحلقة 840 يرصد فيها المهندس عدل كثير من أسباب المزايدات والحسم والحسم ليه؟ وخصوصا فيه لا في كل في كل القمة وتعني شكل الدور العام هنكم الأسبوع ده يعني يتحدد إلى حد كبير وخصوصا صراع النجاة من القبوط أنا باستغرب أبقولك إيه؟ بصراع الهبوط من أجل الهبوط الصراع من أجل النجاة من الهبوط من أجل البقاء من أجل البقاء المشهد النهاردة فيه ثلاث مشهد بيتعاملوا فوقت واحد حسنا فعلت تحادل كورة يعني أعتقد أو أربع مشهدين أربع مشهد أربع مشهد ممكن جدا ممكن جدا نتائجهم تقولك المشهد بأعمل إزاي؟ الأربع مشهد فيهم ثمان أطراف سبع مهددين وبرمز عنده حسابات فوق إنما السابعة ما عندوش يعني هو بيرمد بيرمد كده كده في كل حوال محدش تاني ويتطلع إلى معجزة هو متقدم واحد على السيراميكا دلوقتي يعني كلها هتلاقيها إنما هتبص تلاقي إن السيراميكا بقى اللي عنده مشكلة هتلاقي نتاج النهاردة الداخلية متأخر بجنب الدام لإسماعيل هدي بعنده مشكلة هاته بعنده مشكلة طبعا الطلاع وأسوان الطلاع وأسوان البنك سيراميكا يعني كلها أنديها ولكن ولكن أستاذ إبراهيم خليني أكون صريح معاك أنا أشعر بنوع من التعاطف مع الأندية الشعبية يعني أشعر بنوع من التعاطف مع الأندية الشعبية ليس معنى ذلك أن أنا لا أريد الخير لباقي الأندية ولكني من جوايا لأن من مجموعة الأندية الشعبية تكون الشعب المصري يعني كل واحد في إقليمه هو مستحوز على يعني اهتمام الناس أنه في محافظته في حيزه الجغرافي فأنا شايف أن الأندية الشعبية تستحق أنها لا تعاني هذا الأمر طبعا كون أن فيه ثمن أندية أو سبعة أندية في الدائلمة دي دي حاجة مش وحشة حاجة مش وحشة بتدل على أن المسابقة كانت صراعها قوي أي حتى الأسبوع الأخير أنت عندك حتى الأندية اللي كنت شايف أن نتائجها زي الزمالك في المقدمة مثلا وفيوتشر وبيرامد والأهلي إلى سبيل الأخيرة شهدت الشكل المنطقي للفرق دي يعني أنت الأهلي ماشي بشكله التقليدي الزمالك بيتحسن مش عايزة من نقشة نتائجه وأخذ أسابيع كويسة البيرامد نفس الشيء تشعر أنه هو مختلف عن بداية الموسم فيوتشر اللي شوية حصله ضروب إنما ده يقودنا إلى إيه أن المربع متشكل بدلالاته يعني مربع القمة أنا أتمنى أن وإحنا بننظر لمستقبل كرة الخدم يبقى فيه من الوعي اللي خلينا نغير في المسابقة يعني هما دلوقتي فيه راعي جديد للكرة فيه مسمى جديد للكرة فيه ما تعملون نظام جديد يؤدي إلى تقليص عدد الفرق وإنت بتعمل دور المحترفين حيسوق وحيبقى قوي لكن مش عايزين هذه المعاناة لأن الجدول لأن أنت كل كمان أنت عندك أربع فرق دلوقتي وحيبقى فيه فرقين بطولات عربية وبطولات أخرى يعني حيبقى جزء كبير من الجدول فيه انشغالات ولذلك أنا بقول إيه؟ هو حسم مش بس حسم النتائج حسم التوجهات إحنا عايزين إيه لب كرة مصرية لابد إن إحنا نفكر شوية إن إحنا نريح الفرق اللي بيتشارك عشان ما نلجأش إلى المؤجلات اللي هي الحقيقة بتضر بكل أطراف وأكتر حد بيتضر إيه اللي تأجله يعني المسلمين الماضيين التأجيلات أطاحت بفرص اللي قالي في الدوري لأن كانت المسألة قريبة جدا إنما السنة دي لالي عنده فرص أكتر يعني يستقر ويرتع وعنده رؤية فنية مختلفة عدد اللعبة أكتر ما هو دي اللي عملتها رؤية فنية يعني اللعبة وقد استفادة من دروس الماضي بالضبط فجهاز الفني اشتغل بطريقة مختلفة أتمنى أنه تبقى فيه صيغة كل الشركات وبالذات اللي في المحافظات اللي بتسعى إلى أنها تكون في دائرة الضوء احتضنوا احتضنوا فرق المحافظات برعاية وممكن إذا كان الدوري بقى له اسم مرتبط بالرعي بتاعه الدوري بحاله فأنت كنادي ممكن اسمك يقترن بالرعي بتاعك فكل الناس تستفيد في الحالة دي لأنه مش معقولة حنفضل في ديلمة المشاكل وكأنها تتكرر بشكل ثابت واللي فاهم أنه حيوصى النتائج مختلفة بنفس المعطيات يبقى طبعا القلم بيصفه يعني وصف قاسي شوية ولذلك كان لكن المزايدة هتبتدي إيه بقى المزايدة هتبتدي بالأهواء محدش يعني هيروح يكلمك فيه اقتراحات بناءة لكي صالح الكرة المصرية كله يدور على المصلحة كله حيدور على مصالحه انتماءاته أهواءه تأكيد على أن أنا اللي كنت الصح قلت كلمة عايز أفرضها على الوسط وده مش وقته الحقيقة هذا مزاد سيودي إلى فشل ده وجهة نظري والله أعلم دي نقطة مهمة واستهلالية أعتقد جامعا لكتير من مشاكل الكرة المصرية وترتبات الموسم الجديد لكن تبقى هذه الحلقة وأبرز عنوينها مقالي ومقاله جديد الدوري وفي الغربال المرض اللعين والكارثة وبعضمة لسانه القاتل الباسم وعن الشموع الحمراء إمام الحديد وفي أسرار الملك المدافع الصلد وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة نتمنى بقى أن تطاع الفرصة نخلص إن شاء الله الأهل النهاردة بينهي الراحل اللي أخذها لمدة تمانية واربعين ساعة وبكرا الفريق استأنف تدريباته استعدادا للقاء القمة الأهل والزمالك تمانية ونص مساء الخميس استاد القاهرة مباراة مهمة ومؤسرة استوقفني كلام ميستر كولر في المؤتمر الأخراني أي لما قال اللعبة كانت سعيدة جدا جدا أول ما ديت لها الأجازة لمدة تمانية واربعين ساعة أي واستدرك أنه عنده سبب علمي وموضوعي لهذه الأجازة حد يجي يقول لك حد يجي يدي أجازة قبل ماتش مهمة زي دا هو العلم بيقول لك لما تدي أجازة يوم ترجع للفورمة بعد يوم يومين ترجع بعد يومين لو استمرت الأجازة الأكتر مسموح ترجع بعد شهر شوف الفرق فهو فاهم أنه بيديه ومين يرجع لكن اتمرن ثلاثة وأربعة هو كل همه هو عنده قناعة أن فيه يعني تشتيت زهني وحمل زهني و يعني محتاج جدا أن اللعبة تبقى في حالة صفاء زهني عشان تستقبل التحدي الجديد والكلام اللي حيتقال عشان هذا التحدي أنا متأكد أنه كان نصحته الأولى يبعدوا عن كرة القدم خلال 48 ساعة لا تتفرجوا على متشات ولا تسألوا على مكالمات ولا ليكم دعوة بأي حاجة غير تروح تستمتعوا مع أساركم قال لك معيدوش قال لك هو في فترة العيد كانوا في المنطقة بزبط هم خدوا المين بتوع العيد خدوهم بالوقت وده يعني الحمد لله أن فيه وقت يسمح بهذا الأمر نتمنى مباراة قوية نتمنى من الناس أصحاب المصالح بقى ما يحلاش إلى كابوس كفاة شحن بقى كفاة مزايدات بقى كفاة لعبة على الوطر تقعدش تقول أنا عايز تحكيمه عايز وانت ما دفعتش ما تقعدش تتعليف في القرارات وانت عارف أن انت في الآخر عايز إيه وحتوصل لإيه والأهلي كويس أنه ما بينجرفش بالرد في الحملة دي علشان بيحاول من جانبه ولوين ده حيبقى بيتحمل هذا الصمت يعني لكن ما عندناش حل تاني يا أستاذ إبراهيم أنك تسكت شوية علشان ما تديش فرص لشعلالة الأمور أكتر ما متشعلالة ده كلام مهم جدا النهاردة رجعت للقاهرة صبح بدر ساعة تمانية بعثة المنتخب الأولمبي من المغرب معاها تذكرة باريس الأولمبية عملوا عملوا التارجت المطلوب انت من تشريع وانت يعني بيتأمل لنفتفوز بالبطولة في عقر دار المنافس فكمان تتقدم ويترد منك واحد تلعب لمدة يعني ساعتين تقريبا نقص العدد اتنين واحد نتيجة يعني مفهومة كنا نتمنى ان احنا نعديها يعني حتى لو نوصل لضربات الجزاء الترجحية ولكن في نظرة بقى لخبراء اللعبة في هذه البطولة انت عندك اتنين لعبة واحد حارس المرمى حمز علاء احسن حارس في البطولة وابراهيم عادل احسن لاعب وابراهيم عادل احسن لاعب واربع في التشكيل الرئيسي يعني تخيل انت اربعة وغينية اربعة والمغرب تلاتة في التشكيل الرئيسي الاختيارات كانت اختيارات موضوعية بتبص على المشوار مش على الماتش النهائي ايه وده دليل ان انت كنت ساب انطباع في احترام شديد لأدائك ولنجومك احنا ما كناش متفائلين قبل صفر هذا الفريق وانا بحب بقى ايه لما الفرق تطلع كده بغموض في هدوء بقى في هدوء اول عما بنهلل بيحصل شوات حاجات منتشفق يعني وكأنانا يعني يعني ما يحسد المال إلا صحاب وارياض وكأننا تحول إلى خبير أجنابي عجوز دقن الحامرة والبشرة الشقراء وبركات الحياة عامل شغرك ويسكا وبركات طبعا دي خبرة عميقة له ولكنه انت لما تحط بركات مع المتخب القلومبي لازم بقى فيه بركات يعني ايوه طيب من ضمن المكاسب الناس بدأت تتكلم على انه عدد كبير من اللعيبة جاية لها عروض ابراهيم عدل مطلوب في أنديا بره كلام يا سيد ابراهيم بيحصل مع كل بطولة افتكر بطولة اللي كانت على أرضنا صفروا الفرقة بالكامل وفي الآخر ولا واحد سافر ركب الطيار فالعروض تجي لك لما يبقى فيه شيء مكتوب ورسمي طيب انت بقى بخبراتك لان احنا كل منتخب يعمل حاجة زي كده يبدأ الكلام على ضرورة افساح المجال شوية للاحتراف الخارج اعمل الاقتراع بتاعي والأنديا حتنص ليه هي اللي بتتهافت انه كدت اللعيب اللي يحترف فيه دوري من الدوريات المحترمة على فكرة أنا ممكن أضم الدوري السعودي دلوقتي بالانفاق اللي بيحصل عليه انه يروح في دوري زي السعودي لانه انت دلوقتي الدوري السعودي بيستقطب أهم لعبة العالم فانا مش بقارن بين الدوريات اصازه فرهيم انا بقارن بين المناخ والعمل والشغل انت دلوقتي بتروح في دوري بيجيب بنزيمة وبيجيب فاود ميسي وبيجيب رونالدو رونالدو بيجيب وبيجيب لعيبة فلما لعبتك تبقى مستهدفة مثل هذا الدوري انا اللعيب اللي يطلعلي في مثل هذا الدوري او في اوروبا تحديدا في الدرجة الممتازة يعني او الاولى يعني ما عندهمش ممتاز احنا اللي عندنا ممتاز بس ما حيتقالك ما انت محتاج تبدأ يعني صلاح بدأ في بازل في سويسر ما انت ما تقوليش انا محتاج ايه ولا تيجي ديري الاندية وتوبها مسؤول عنها لكن لما تيجي تقولي سيب لعيبتك ما تمسيكش فيها اندية البطولات هتختلف عن صلاح لو كان في الاهل او في الزمالك وربما في فيرامد ما كانش تلع خالص لانه لما تلع تلع في تجربة هي تجربة احترافية كات غمضة ما هيش نقلة كبيرة والاولين بالحس اللي عندهم ان انا ممكن اجرب فيه لسيقاتهم في قدراتهم انه ممكن يتطور ووصلني لايه فتجربة نكحة هو واني النيه انت عملت كده مع تريزي جي عملت كده مع رمضان صبحي عملت كده مع حجازي انت عملت كده مع لعيبة مهمة لكن ما تقدرش تتصرف كده باستمرار لان كل العيب مميز عندك طبيعي ومنطقي انت بطل افريقي حيجيله حيجيله عروض مش هتقدر تفرغ الفرقة كل ما الفرقة تقف على رجلات لكن لو انت قلتلي ايه هما تخرج حمد فتحي بس يسيبه وروح جيب بداله ومش هسيبه لك في الكوتة لما يجيلك لفلان الفلاني بقى بدون اسماء خرجه وانا هسمح لك بعيد عن الكوتة لما روح للزمالك اقوله طب ايه الميزة اللي ممكن يدها لك لو جينا مثلا نقول ان انا اخي اجيب لعيب محترف مش في الكوتة بتاعتي انا دلوقتي طلعت ولد صغير تحت السن مش تحت السن خلينا في اللعيبة الاساسيين بتوعي خصوصا اللعيبة الدوليين اللي هتبقى مؤثرة عندي اللي تحت السن ده خلاص هتطلعوا هتطلعوا عرب بنيت البيع لو هو بروميسين طب النهار ده برايم عادل ايه اللي يخلي بيرامدز يجمد قلبه ويخرجه لو انت قلت له ما تسيب ابراهيم وانا حدي لك واحد محترف زيادة اجنبي اجنبي فهو يشوف بقى يبيعه بطلاطة يبيعه باربعة يلعبه ويجيب واحد بواحد ونص ولا بتاع يقدر في الحالة دي يبقى يعيش بشكل منطقي يعني انت بتدور البديل بحسي يادر بشجع النظام البديل يا سيد ابراهيم النظام البديل وانا عايز انك انت اتعوضني على اللعيبة اللي بتطلع في اليدوكيشن رايت انا ما اقدرش افضل اطلع في لعيبة ناشئين يسيب لعيبة ببلاش يا ايما تيجي تقول لي عيرهم ومشيهم وعشان مصلحتهم هتعوضني زاعة القل مادية عايزة قاعدة وعايزة دراسة وعايزة ان مدرب المنتخبات يقولوا رأيهم في الفكرة دي هتوقع ده مسألة مهمة المنتخب تآهل دورة باريس الأولمبية ومستر ميكالي بعد ما رجع قال طبعا لسه بدري على اختيار التلاتة اللي فوق السن الأولمبي اللي المشاركة مع المنتخب في باريس طبعا لسه بدري فقال ان احنا قدامنا سنة تقريبا نحاول خلالها نشوف ايه الافضل وطبعا تمنى ان واحد زي محمد صلاح قالك ده نجمة علامة كبيرة تمنى ان يكون موجود معنا بس اعتقد المسألة متروكة لوقتها ظروف كل واحد مش عارف مين اللي هتقلق ومين اللي انت هتحتاجه ساعته الولاد دول انت هتقولي باتع وقعاتك مش يجالهم معروض احتراف يلعابوا في قنديته معظمهم بقى يبتدي يلاقي مكان كويس في النادي بتاعهم فحتبتدي المسألة تطورهم هل انت في ساعة لو طوروا بالفكر بتاع المداربين دول وصلوا الى هتقول طب انا قاعد مين واجب له واحد يلعب عليه ما هو كويس ماشي كويس لكن وكمان حتى انت هتشوف الفرق المنافسة بتاعتك دعمت بمين المجموعة بتاعتك دعمة بمين انت مش هتطنش الدعم والفرق المجموعة اللي انت هتقع فيها جايبتها دعمات قوية مرتبطة بشوات حاجات كده ده كلام مهم النهاردة يعني محمود صابر لفت الانظار مثلا وهو مركون خالص بحد الشفعة بص عليه هو تنقل من نجوم لبيرم لكن لكن اظن البيرمد دي بتدي اعتمد عليه فترة الجاي خاصة اذا اتحسمت الامور وهو كمان هيبقى عنده اريحية انه يجرب ويريح ما الاريحية مش هاخدها الاهلي يعني الدوري لو اتحسم بدري الاهلي وبيرمد هيستفيدوا اللي اتنين طب حد يسمعك يقولك طب حمز علاء ياخد فرص يلعب ازاي وقدام منه في الطبور الجنب يبقى الوضع خاص بس ممكن يتخلق بقى ماتشاته يعني انا متأكد انه هيبقى فيه فكر لو لو اتيحت فرصة ان الدوري يبقى مستقر بما نشوف الناس دي كلها نتمنى ده كان كلام مهم على هذا الجيل من اللاعبين وتأهل المنتخب لدورة باريس الولومبية ونتمنى له انه يقدر يعمل فترة تجهيز ومباريات ودية قوية لان الحقيقة مكالي الطالب يلعب مع منتخبات كبيرة نتمنى على اتحاد الكرة انه يقدر يلبي احتياجاته في الفترة اللي جاية كان الاول بيلعب مع منتخبات خفيفة شوية يجرب الخطط ويجرب اللعبة بتاعته ويعمل رانكينج برضو في رقيته اللي جاي بقى لا بنا اصلح روحة لقابل ناس اللي عايز اقابلهم فعايز يلعب مع منتخبات اولمبية كبيرة نتمنى له التوفيه ان شاء الله ده كان كلام مهم وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله جديد الدوري انبارح رابطة الاندية المحترفة عملت مؤتمر في العاصمة الادارية ومسألة انعقادها في العاصمة الادارية في حد ذاته ده كان حدث مهم جدا ولافت وتاريخي انك بدأت بتتكلم على اجتماعات كبيرة في هذا المكان اللي بيمثل مشروع قومي تنموي تاريخ المصر انك تنتقل للعاصمة جديدة تنتقل للعاصمة الادارية بكل ما فيها من تحديات كبيرة جدا وتجهز للمستوى انها تستضيف في احد فنادقها هذا المؤتمر المهم جدا اللي من خلاله بيداشن اتحاد الكرة او ربطة الاندية بالاخرى الشكل الجديد للدوري الممتاز انا طبعت كده على عجالة يعني لكن طبعا منظر يفرح والكسبان هو العاصمة الادارية الجديدة اللي ناس كتير مش عارفة ايه هي هي حاجة رائعة داخل مصر ولما هتبتدي الرجل الدب فيها بناء للمؤسسات الحكومية هتشوف انها رئة محترمة وحلت مشكلة كبيرة وحتدي لك فرص انك تستخدم مباني كانت قيمتها التسوقية يكاد يكون صفر الى استخدامات استثمارية عالية جدا في داخل الزحام بتاع القائرة القديمة الزكاء في انك انت تعمل اللغطة دي هناك اي في مكاسب كتير جدا الناس بسط على الشكل العاصمة وادراكت حجم العمل اللي تم هناك التجربة بقى نفسها هو احنا قبل كده ما كان لديه فيه رعاة للقرة المصرية بس انت المرة دي غيرت اسم الدوري قرنته بالرعي قبل كده كان فيه برضو شركات محمول كان متقلش ان ده دوري كذا لكن دلوقت كان بيتقال مجازا يعني كان بيتقال مجازا النقلة دي بقى ده نقلة لازم يبقى فيها مبلغ محترم طبعا كلمة ان الدوري يقرم باسم الشركة لازم تكون دفعة حاجة كبيرة جدا لما أنا بقى الدوري والعراقة ومش عارف محدش بقى يقعد يزايد ويقولك والزاعي والدوري خلينا في الاحتراف وعقلية الاحتراف لما اجا أقول لنا أندية بقى يقترن اسمها بالرعاة في محافظاتها لازم يبقى فيه فكرة جديدة فيه تقبل وفيه حماس وفيه ترحيب بتنفيذ هذا لانه لا نجاتة للأندية الشعبية اللي بالإمكانات إيه بوجود مثل هؤلاء لأنه بيخش نفسه متى لما أنت ما بتعملش كده المستثمر ده بيروح يعمل نادي ينفقي نافس في المحافظة بتاعته فده مش مظبوط المظبوط بقى ان احنا تقترن للأسماء ويحصل الاندماج مضيعش اسم النادي العريق يعني المحلة تظل محلة كذا إسماعيل مش عارف ايه لو فيه نادي يدفع مبلغ محترم اه طبعا يبقى ما يبقاش راعي محلي يبقى راعي يدخل العملة الصعبة لمصر يبقى فيه حاجة تسوى انك انت يقترن اسمك براعي كذا ويبقى قرين اسمك هذا الراعي ده كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الكثير من جديد الدوري اهلا بحضراتكم من جديد جديد الدوري من خلال المؤتمر اللي عقد مبارح من ربطة الاندية انك هتغير درع الدوري ابتداء من الموسم اللي جايه والشركة الانجليزية المتعقدة اعلنت ان هي بصدد تصميم درع في لندن اه يضاهي دروع المسابقات الاوروبية الكبيرة يمكن ده شكل من الاشكال الدروع اللي اعلن عنها وتقال انه هو جاري تصميمه وحيكون موجود في المسابقة السنة الجاية بمعنى انه الدرع التاريخي بتاع درع الدوري اللي الناس اعتادت تشوفه ده اخر موسم لي السنة طيب احنا بنسمع الكلام ده ايوه بنات سبعة تامن سنين اه وما بيجيش ما عرفش فيه حاجة يعني ده فاكر سر وصول الموطيل العال ده احنا السنادي السنادي ده انا راح اجيبه اه اه انا ما هي منيش شكل الدرع ايه يعني بس يا رب يبقى هو ليه ما يتعملش مستوحى من من تراثنا شوي يعني ده برضو مدر نقوي مش وحش ما اقولش انه وحش يعني مفيش حاجة من الهوية معدن ومودرن كده وبتاع يعني حاجة اروبية قوي يعني يعني القديم مش احلى حاجة بس تشعرنا كده بينك وبينه عطيفة ها هلا ان احنا كسبناه كتير الله اعلم هي ده اعتياد بتاعك اه طيب دور النير لمدة يعني تغيير مسمى الدوري بدل ما بتقول الدور الممتاز لكرة القدم دور النير لكرة القدم وبهذا الاسم لمدة 3 مواسم ما احنا قلنا ده شغل من اشكال الرعاية بس ده مش جديد الاتفاق هو اللي يقولنا اذا كان الاتفاق مقابل ايه يعني تفاهمني يعني قبل كده ما كان فيه شركات المحمول بترعى اه اه بس احنا كان يشارق اليها بشكل على استحياء يعني يعني كنت تقول دوري كذا دوري كذا ده شركات المحمولة وبرضو كان بيطلق الاسم انا المتذكر يعني اه انما بنود الاتفاق مقابل ايه ايه الباكيج اللي خاده اه الراعي طب هو كده المقابل دا خلينا نقول انه مبدئيا ده راعي لمسابقة الدوري مش لاتحاده الكورة فبالتالي الدخل او مقابل هذه الرعاية مع تغيير الاسم مقروم باسم الشركة الرعية ده الجديد ده للربطة الربطة يعني الاندية هو قبلو لك الاندية مش هتاخد حاجة وقال لك ان كل ده حيتصرف على الاندية اه ونشر اللعبة والاندية سنشر اللعبة والاهداف دي لاتحاد لاتحاده الكورة مع الرعاب توقعه لكن دي رعاية خاصة بمسابقة الدوري المنفصلة قانونا عن اتحاده الكورة فبالتالي المفروض العوائد دي بالربطة اه الدوري من يومة عمل والرعايات خلاص متفق ان الدوري بتاع لا ده الكأس هو اللي بتاع الاندية لا لا العكس الكأس بتاع التحاد الكورة الكأس بتاع الاتحاد الكورة وقصد كده والدوري ده بتاع الاندية الاندية انا بقول لك المفروض الداخل ده للاندية التمنتاشر اعضاء الدوري في كل موسيقى اللي هم بيلعبوا اه او على الاقل جزء منه كبير وهي حتى لايحة النظام الاساسي هم اعلنوا اعلنوا حاجة في الاتجاه ده هو اللي انا سامعه انه هنوقف معه مش عارف مين ونشيل الدعم عن كهل مش عارف مين بص اللايحة لايحة النظام الاساسي انه هو تنشئ روابط للاندية سواء المستوى الاول او التاني المحترفة الاندية او الربطة تختص بتسويق العوائد التجارية الخاصة بالمسابقة وتحصيل عوائدها وتوزيحها على النحو الات اللي حقلت لك تحاد الكرة هياخد 10% اندية القسم التاني تاخد 5% واندية القسم التالي تاخد 5% من عوائد بيع الدور الممتاز وال80% توزع على اندية المسابقة وفقا لقواعد يتم الاعتماد او الاتفاق عليها ها دي اختر كلم هانيجي بيع في التوزيع هتبقى الخناء هي فيه مصطرة متعرف عليها ان انت بتدي حاجة للقيمة التاريخية حاجة للحجم الشعبية حاجة للبطل مكافئة البطل يعني ليها اكتر من بند المفروض بتوزع من خلالها يا سيد إبراهيم انا مبالي انت عملت تتكلم بالمنطق وبالعرف ومتفق عليه وانا نفسك ده معمول بيه معمول بيه برا اه احنا عملنا بيه لا طي ما احنا قبل كده كان فيه رعاية لله بس انت بتقول الاتحاد وده للدور ده للدور الوحد ده كلام عن شكل الدور يعني ارجو يخرج علينا احد يوضح الامور المالية دي هو لسه متفقش لان انت دلوقتي قبط وانت عملت مؤتمر كل ده وقبط وبعدين المبلغ ده في توتل مدة العقد ولا كل سنة يعني اللي انا يعني اللي انا فهمت ان فيه 40 مليون جنيه او 50 بشفاء يعني اعلن كام لا ما اعلن شرق يا تراوح من 40 ل 50 مليون جنيه اعتقد في الثلاث سنين ولا في السنة هو العقد المسمى لثلاث سنين بس الدخل الفلوس كام والمدة كام امبارح ما اعلنتش ومقابل ايه ايه الباكيج يعني انا كراعي في عاجز ما الباقة انا ما بروح ارعى نادي باخد منك ايه ايه والدهر الفانيلا حوالين الملعب تنويهات ادي لك لعيبة تصور عندك في مقابل للفلوس اللي انا باخد ايه الباقة اللي اتفق عليها اتحاد القرى مع الشرق الرائع الشرق الرائع مش بترمي فلوس الشرق الرائع خدت حوق ما تعلنوها بشفافية جدا وعلى فكرة مش بالضرور تبقى احسن حاجة السنة دي لكن هي تبقى قابلة للتطوير بس اللي يخليه ترتب ان اللي دي ما تعرفش حاجة عن ما يفترض مجلس ادارة الرابط هي اعرف ده المجلس بس هل اعلن الاندية لا والمجلس احنا بنتكلم اصلا ده انت بتتكلم دي بتاعة الموسم اللي جاي المجلس لسه ما تشكلش ودي نقطة يا جماعة قانونية هو احنا عايزين نمشي صح انت المفروض اعلنت ده للموسم اللي جاي مجلس ادارة الرابط للموسم اللي جاي ما تشكلش وما ينفعش يتشكل الا بعد انتهاء الموسم وتحديد الفرق اللي هتصعد اللي انضمت ليه لانك انت بتتكلم على التمنتاشر نادي التمنتاشر نادي دول بينتخبوا مجلس ادارة فيما بينهم طب احنا النهاردة المجلس اللي حينتخب لسه ما تعرفش يعني لازالت الاندية التلاتة اللي هتهبط ما زالت موجودة اعضاء فبالتالي انت المفترض حسب لائحة النظام الاساسي يتشكل مجلس ادارة الربط سنويا طيب وفقا للاندية التمنتاشر اعضاء الموسم ده لان الموسم متغير انت اصارت النقطة مهمة دلوقتي الاندية ما هبطيتش مش متحددة لحد الماتش اللي احنا ملعبه ده طيب هو الاتفاق ده يبدأ من ايه من السنة الجاية من السنة الجاية من السنة الجاية اذا كنت احقول لو يبدأ السنة دي او فورا وانت لو يبدأ من السنة الجاية التنويهات هو 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 انت ما اعلنتش نهاية الموسم انت اعلنت في الموسم ده اه وبيعته وحسامت في حين بيعته حسامت واعلنت انت طبقت ممكن احسن لسؤال تاني المجلس دلوقت مجلس دارة الربطة اللي بيع حقوق السنة الجاية والثلاث مواسم في ضمانة قانونية ان هو اللي موجود السنة الجاية مفيش ضمانة لانه لو دخلتني في الحتة دي اه بالانتخاب يبقى انت مش هتقدر تلتزم بقى عقد غير سنة بسنة اه وهي اللاحة بتقولك سنويا يوزح حقوق العوائد بتاعته سنويا بس قيمة العقد هل العقد المد السنة انت بتقول اعلن انه ثلاث سنين هو اعلن انه مسمى الدوري بهذا الاسم المد الثلاث سنين يا سيدي كويش يبقى انت انت خدت مقابل ده اه انت خلاص انت الاتحاد الربطة اللي جاية او الدوري اللي جاي اعلن اخدته لازم يلتزم بهذا الكلام واللي بعديه واللي بعديه مقابل ايه مقابل عقد مش هو اللي عمله مش هيكون موجود فيه الناس دي ممكن يكونوا وممكن لا وممكن ما يكونوش مفيش دومانة قانونية انهم لدينا انتخابات احنا احنا دايما يا عيني في المشكلة دي الاسئلة التي ليست لها اجابة بنعمل لوائح ومحدش بتطبع لأ هي حاجة كويسة المرة دي انها جات في خير انت فاهم قصدي بس تبقى فيه ممكن تبقى في خير يعني انت جاي بتختلف على خير جاه للاتحاد والربطة والاندية المفروض الاندية بس احنا بنتكلم الشكل القانوني عايزين نعرف ايه الباقى طريقة التوزيع فرض او الموقف القانوني لفرض العقد على مجلس متغير ممكن يكون عنده فكر تاني بالزبط او قرار تاني او اندية تانية لان انت عارف انت لما تتكلف زي ما انت لك اي تجربة جديدة حيبا فيها كان الاحرى بسنة بسنة حسب الله احنا المجلس متغير احنا اعزاء تجربة نتمنى انها تكون مفيدة لالاندية لالاندية بعد كده ونجيب بعوايد مقابل بقات معلنة يعني انت طرحتك رأس الشروط ولا كان اتفاق ازاي يعني خاصة انه ممكن يبقى فيه تعارض بين رعاة الاندية اعضاء المسابقة ده لازم حيبقى فيه لازم لازم حيبقى فيه تعارض انت كنت بتلاقيها دايما في المؤتمر الصحفي قاعة المؤتمر الصحفي اعلاناتها المين اه هنا بقى كان بقى ايه الخناءة كان بيتقال ايه ايه واللي كان كل طرف بيقاوم فازلة جاه ايه بس عشان ده كان راعي الاتحاد ايه وش راعي الدوري بالظبط كان بيقولك مسابقات الاتحاد حطت الى الرعي بتاعها وكانت الخناءة هي كده طبعا كان فيه فرض امر واقع ساعات ويفرض غرامات على الاندية لما انما بتلت ده كان حاجة غريبة لكن النهاردة انت دخلت في المسابقة بقى مسابقة الدوري ما بقىش الاتحاد هل الاندية هتحط الرعي ده مقابل ايه يعني انا انا جيت لك مؤتمر اه ايه اذا كان فيه فوائد اللي الاندية من مصلحتها هتعمل كده طبعا هتعمل ايه في الرعا بتاح اللي هي قطعا في الباقة بتاعتها موجود فيها الدوري لابد منفك الاشتباكات وإيه اللي يبقى ما احناش رايحين ناحية الاحتراف خالص لكن الافكار كويسة التوجه كويس التنفيذ بقى عايز تفسير ده كلام مهم جدا من ضمن التفسير اللي اتقالت عن درع الدوري الجديد انه منتنفيذ شركة توماس لايت البريطانية متخصصة في هذا المجال سبق لها تصميم كؤوس عدة مسابقات رياضية زي كاسل الاتحاد الانجليزي والدرع الخيرية قالوا ان الدرع الجديد اللي حتشوفه صورته على الشاشة مصنوع من الفضة الخالصة والدهب بوزن 12 كيلو جرام وبيحمل الدرع الجديد عدة رموز تجمع بين كرة القدم والحضارة الفرعونية وبيتوسط الدرع الجديد عدة رموز تجمع بين كرة القدم كرة قدم يحيط بها جناح بلون زهبي وهو شكل مستمد من الفن المصري القديم يتشابه الجناح الفرعوني على درع الدوري مع جناح المعبودة إزيس وهي واحدة من أشهر الألهة الرئيسية في الديانة المصرية القديمة بيقولوا كمان ان شكل الجناح على درع الدوري مماثل لجناح إزيس في واحدة من أشهر صورها واللي موجودة في معبت فيلة في أسوان يعني فضة ودقب ومرجان يا عمر ربعت أحمدك يا رب وإذا كان في الربط ده مقصود أصلا أنت كنت سألت لجم المستوحى من عندنا بس هي عشان تجيبها لازم الشرح ده أيها هو ده اتقالم بارح على فكرة في المؤتمر بالقاعدة الخشبية دي بقى كل ما يتغير الرع تتغير ضروري لأن دي عليها اسم الرعي وأكيد هيبى فيه مكان يتسجل اسم البطر يمكن في الخنات ضروري الخنات دي كل خانة هيبى فيها اسم البطر بالموسم بتاعه عموما نقلة نوعية مهمة جدا في المسابقة وبالشعار والرمز التاريخي اللي هي درع الدوري نتمنى إن شاء الله تعالى التوفيلة إن الدوري للمصر يا جماعة يستحق يستحق يكون في مكانة كبيرة جدا نحن نتكلم على مسابقة بين الدوريات اللي في المنطقة العربية والأفريقية هو الأقدم أنا بس أنا مع احترام أي سعي جديد أي حتى لو قلنا بعض الملاحظات هي تصلح نفسها نستكمال من وجهة نظرنا اللي ربما يكون مش إحنا الصح لكن أنا أنا بس أسئلة بسألة غيري حيسألها يعني إنما فكرة إنك تنفس بقى الأفكار أنا معاه ده كلام مهم جدا في ضربة البداية ويبقى كلام كثير فيه الغربال المرض اللعين والكارسة المرض اللعين أشار إليه شاهد من خيرة أهلها يعني إذا كانت الأزمة الأسبوع اللي فات كانت الأهل والإسماعيل وما حدث في هذه المباراة فشاهد شاهد من خير أهلها وخيرة أهلها الحياة المحلل والناقد الرياضي الأساس خالد بيومي خالد بيومي إسماعيل لاوي عضو مجلس إدارة سابق في النادي الإسماعيلي للي ما يخدش باله كتب في الجمهورية في مقالته خارج السرب المرض الترند أصاب البعض من الإعلاميين رياضين وسياسيين في برامج التوكشو وبات السباق على من يتصدر الترند مرض لعين أثر على مصداقية الخبر ومؤثر في قطاع كبير من المتلقين وهناك حالة من التهافت والسباق على استدراج الشباب إلى مرحلة من الهياج قد تؤثر على مستقبله بيقول خالد بيومي أكتب هذا بعدما شاهدت ورأيت تسابق إعلامي تسابق إعلامي التوكشو الرياضي بعد مباراة الإسماعيلي والأهلي على استضافة بعض ممن يطلق عليهم رموز يطلق عليهم رموز لفكرة التهييج وإثارة الرأي العام شاهدت شخصيات تظهر في أربع وخمس قنوات متتالية مما أدى إلى إثارة الشارع الرياضي بين جمهورين متنافسين في كرة القدم في مشهد لم أره طوال حياتي خارجيا في كل دول العالم لأن هناك قوانين تفرض على الجميع ولكن هنا من يملك مساحة على الهوى يفعل ما يريد حتى وإن كان لا علاقة له بالموضوع أهم شي إن اسمه واسم برنامجه يصبح ترند ما بيصبح ترند ليه بقى؟ لأن الهدف مغازلة الجماهير أي تجدب تشتم تدعي البطولة وإن كانت زعلان وربما تكون أنت جزء من الأزمة أنت المدرك يعني أنت لو فعدت شوية هتلاقي الناس اللي كانت سواء السائل أو المسؤول كانوا جزء من الأزمة أي فهذا الكلام وانا تساني الحلق الفاته قلت المسؤولية صاث فراهيم يعني هو خالد جابه بشكل مباشر أكتر وده بيكون أكثر مننا يعني مرونة وحركة لأنه كان مسؤولا في مجلس إدارة إسماعيل نادي إسماعيل يقدر يقول الكلام ده يعني ويختلف كلهم يعني خلاص هنعتبرهم رمود مع بعضهم لنا حديث بعد بإذن الله ما تتتقر الأمور ويطمئن كل فريق إلى موقعه بإذن الله هنشأ هنكون يعني هنحط إذنه على تفاصيل يعني اللي عايز يوصل لحية هيوصلها طيب الحقيقة هذا الإعلام الرياضي اللي خالد بيومي بيصفه إنه مريض بالمرض الخطير وهو شهوة الترند واللي فاقد للمسؤولية وفاقد لضعابة الأداء نفسه الحقيقة عشان ما نظلمش والله أستاذ إبراهيم هو أبعد من الترند شوية هتكتشف مثلا إنه ربما يكون فيه حدث معين داخل النادي هو عايز يكون جزء منه في المستقبل فمغازلة للجماهير مغازلة للرأي العالم وخصوصا فنلنديا اللي جمعيتها عمومية مش كبيرة يسهل الضغط عليه والتأثير عليه التأثير فيها بقول لكم مع الأداء العبثي الفوضوي اللي انتوا شايفينه اللي بيتكلم عنه خالد بيومي الحقيقة يبقى في بعض الممارسات الجدة والمحترمة وأنا شخصيا يعني ساعدت جدا إن أنا أشوف بدر بنون المدافع المغربي الرجل كان لعب في النادي الأهلي وانتقل إلى الاحتراف في قطر فما هواش دلوقتي على علاقة بالإعلام الرياضي المصري ولا عايز يغزله ولا عايز منه حاجة لكن كان بيتسئل هناك على تجربته فقال حاجة بحق برنامج مصري وبحق زملاء ملتزمين ومنضبطين في أداءهم انتم متخيلين إنه لاعب دولي في منتخب المغرب اللي خد رابع العالم يتكلم على إنه كان بيتابع وهو محترف في الأهلي برنامج الزميل إبراهيم فاي ومعاه تامر بدوي وأحمد عز ويسميهم بالقسم ويقول إن أنا كنت حريس ساعة ونصف أتفرج عليهم عشان أصحح أخطاء واستفيد بعض الأمور الفنية هنا يكون الأداء الجد والمحترم والمفيد لأن إحنا وإحنا بنلوم كل التجارب الهلس والفوضى واللي بتزرع المشاكل وبتسير الفتن لما يبقى في برامج فنية بتلقى هذا التقدير من لعب ما هوش في الأهلي دلوقتي نشوفه ونعلق نشوف ونشرح لكم الموضوع عمل إزاي بعد ما نشوف اللاتة دي ليه السلطان بدربادو ياض إبراهيم فايق كيجيب واحد الجوج ديل تحليل إبراهيم عز والآخر تامير شي حاجة واحد القراء في الموضوع كيحلوا فتاح كيجيبوا الإزاكسيون ديال ما عاد شو هذا وفاهمي الناس في الكورة كنجلس ساعة ونصف كنتفرج فيهم وكنصحح الأخطاء ديال غايفيد نياد برنامز غايعاوني خدمتي اللي كان كان إبراهيم فايق هو الفكرة كلها أستاذ إبراهيم وهذا هو الفكرة السوديهات التحليل والحقيقة أنا فرحان لمجموعة كبيرة من الشباب أيوة يعني هو يمكن سمى اسمين محترمين تامير بدوي وإحمد عز إنما لا ده في لو أنتلي حعدلك عشر أسماع الأقل لفتين نظري أنا شخصياً في اجتهادهم ومجهودهم ومذكرتهم إنهم يروحوا للإسلوب العلمي في تحليل أيوة ما هاش وجهة نظره إنما بيدعم وجهة نظره بصورة وحركة ونتيجة وكلام مدربين أيوة إنما حنظل في فكرة التحليل الانطباعي النهاردة الفرقة كانت وحشة النهاردة الفرقة مش عارف رغم الفوز كان ممكن نكساب أكتر أيوة كل نشاء ده إحنا نقدر نقوله المطلق يقدر نقول الكلام ده لكن إنك تسعى إنك تخوض في الأسباب للفشل أو النجاح هذا هو اللي يعني لما توصله يبقى أنت عملت الصح فإنت كويس إنك إنت رغم إنها يعني مش يعني قناها ربما ربعض اعتبرها منافسة برنامج منافس لكن ليه ليه ما نحييش لما بنلوم الغلط لازم أن نحيي صح لعني نحيي لكن أيضا ننوه إن فيه النموذج بقى النموذج ده موجود وعلى فكرة عندنا هنا شباب أحمد ثابت موهوب ما شاء الله وهو يمكن ابتدى الاتصال دي بس بيتحلو في برامج على فكرة اللي بدأ هذه الفكرة ولقيت حد أنصف الدكتور عمر عبيد عمر عبيد بدأها في مجلة الأهلي إلى درجة أن محمد أبو تريكا وقتها كان بيتصل بنا ياخد التحليل الرقمي بتاع المباريات الأهلي من عمر عبيد طيب إن يقدر يعالج أخطاءه هو وطلع أهل كده كان بدري قوي قبل يمكن الفكرة ما تنتقل إلى الشاشات أنا عايز أقول إنه كرة القدم هو دي اللي خلتني مرة لما كان الكابتن يقول لي عدلي ما تتكلمش من العربين كبتن حسن قلت له لأ هكتكلم قلت له لأ هكتكلم أحسن مننا والله طيب يا جماعة إحنا المقصود إيه المقصود إن إحنا ودي رسالة للكابتن الكبار نجوم القرى القدامة اللي بيحللوا خدوا بالكوا أنتوا نجوم كبار ولعبتوا على مستويات عالية جدا وبينكم دوليين وبينكم مدربين بس كمان التسلح بالعلم مسألة مهمة جدا لو اكتملت الفكرة عندكم الحالات اللي إحنا بنشوف فيها ناس بتترق على لعيبة وناس بتقول أي كلام وناس هدفها تعمل ترند وناس هدفها تجذب المشاهد عشان تهاجم هذا اللاعب أو ده مدرب ما عندوش فكرة أو ده مدرب كفتاجي وتسمعوا ألفاظ ما يصحش تتقال في الإعلام يعني مدرب كفتاجي وما يصحش تتقال من حد عايز يحلل لأن الكلام ده ممكن يقوله مشجع مالوش علاقة بالكورة احنا النهاردة بصدد نموذج جد جدا لمجموعة من الشباب اللي آمنوا بالعلم بجد واللي درسوا وفهموا وبيتفرجوا بعين مختلفة وبيقدموا رؤية تحليلية نقدية مفيدة لللعيبة نفسهم لللعيبة الدوليين فياريت مدربيننا ونجومنا وكبتيننا الكبار اللي بيحللوا فيهم ناس كتيرة طبعا بس انا بتكلم على النموذج اللي امتهن الهيافة وبقى معتمد على السطحية وعلى الترياء على الناس وعلى اللعيبة وعلى المدربين زميله خدوا بالكوا الارض متحركة ما يعديش من جنب صور النادي ايدي ليه ما يعديش جنب صور النادي ولو عدا يجر ايه يعني عشان المرور واقفة انا عايز اقول ايه يعني اللي ساعد الشباب ده انه اختحم هذا الاسلوب ومعهم اسماء احنا ما كنا يعني تقول احمد عزي وتامر موجودين من مدة وعلى فكرة تامر ابن قناة الاهل يعني ايه كان موجود مع احمد صور تامر بدء ايه تامر بدء انما يمكن ما كانش عنده لا عمارة وعمر عبدالله وفيهو ناس الحق فيه لا وعندنا وبنشوف حتى في قناوات اخرى اللي انا عايز اقوله يعني يعني اذا كنا عايزين نحايا الناس نقدر نحصرهم بسهولة جدا ايه وفي السوشيال ميديا النهاردة فيه شباب ايه وفيه شباب بيخشي لمجرد انه يدعي موجة نظره ويتشبس بيه كل ده موجود لكن ايه اللي قتاح الفرصة دلوقتي ان يبقى فيه شباب يعمل كده عشان نبقى منصفين برضو ان اولا الوسائل 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 العلمية اختلفت والوسائل العلمية ايوا انت عندك اجهزة تقدر تشاور تقدر تحط سبوت تقدر تبهيلك الحركة الطاقة الحرارية تصوير الطاقة الحرارية فاصبح علم بقى اصبح علم يسهل لك انك انت تقدر تقول مين اكتر واحد عمل مجهود وبيقدم للمدرمين الساعد لعب نفسه مين اكتر فريق نضغط على الفريق التاني بشكل علمي فاحنا عايزين نزود من هذا الاسلوب لعلمانة الكورة علمانة الكورة عشان ما تبقاش كلها انتبعات وجهة نظر ومبنية على ان احنا نقول افهات وندي الفاظ للجماهير اللي بتحب الكلام ده واخد بالك لكن فيه ناس بتحب تتعلم وفيه ناس بتحب تناقش بجدية وفيه لعيبة تستفيدة يعني انت قلتلي كابتن ابو تريكا من زمان من زمان كان بياخد تحليلات عمر عبيد انما يعني النهاردة هما تيجي تشوف التحليلات العلمية في القانون زي عامر العمايرة مثلا كان لأوليك الخبير مش عارف ايه ويعود ويقول لك كلام ولا واحد منه ويجيبوه من كل حيطة وليه فوران واخد بالك لكن لما جيلك حد متابع وفاهم متابع وعلمي بيستند الى المادة وبيحللها مش بيقولك رأيه ايوه يعني هو ممكن يقول رأيه في الاخر اللي استنتجه من التحليل يعني مع تغيير الدرع نغير الفكر بقى شوية هو ان ما تغيرناش مش هلتطور ولجأنا الى ولذلك انا فرحان ان ده شباب ايه خلي بالك ان في ناس كتير يتبقى بالوقتي بتلجأ الى المعلومة طبعا في ناس رصدة ايه يعني تيجي تقولك ايه تديك شوات احصائيات يعني ما بقاش الدكتور طري الادور لوحده او مش عارف مين لا في ناس بترصد او كريم سعيد او مش عارف مين لا في ناس بترصد وشباب بيرصد وعنده الوسيلة اللي يقدر يجيب بيها المعلومة المعلومة الموثقة كل ده بيفيد انك انت تروح ناحية الموضوعية يعني مش تغيير الدرع بس تغيير الفكر نفسه لا الدرع ده ما شكل لكن الفكرة هو اللي بيغير الدرع وبيغير الراعي وبيغير بيجيب الفلوس والفكرة استاذ ابراهيم نمرة واحد طيب الكارثة بقى اشار اليها انت قلت الدكتور طاري الادور في مقالاته في الجمهورية الكارثة قادمة للكرة المصرية ولم يتحرك احد وبيقول طاري الوقت يمر دون ان ينتبه اتحاد الكرة الى خطورة الموسم القادم الكارثي والذي قد يزيد اوجاع الكرة المصرية بسبب امتداد موسم 22-23 حتى الان والانطلاق الجابري للموسم القادم مبكرا بالرغم من تأجيل مباراة الصبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة وانطلاقت بطولتين دور الابطال والكونفدرالية في الاسبوع الثاني من اغسطس بمشاركة مصرية للرباعي بيقول الدكتور طاري الادور اعود مرة اخرى الى كارثية الموسم القادم مسلمة نبهته للموسم المشابه له وهو موسم 21-22 دون جدوى حتى ادى ذلك الى عواقب وخيمة على الكرة المصرية كان من نتائج الخروج من كل البطولات وعدم التأهل للمنديال وخسارة كل الالقاب كنت قد عرضت في مقالات سابقة حجم الارتباطات التي تلتزم بها الكرة المصرية على مدى الموسم سواء على مستوى المنتخبات او الاندية في شكل متشابك وبيقول بعد استعراض ما يتم من خلال الموسم اللي جاي وعدد المباريات اللي مضغوطة في كل البطولات اللي قالك الكرة المصرية حتشهد في الموسم الجديد موعد مع كوارث كثيرة في الموسم اللي حيشتمل على 14 بطولة مختلفة على مستوى المنتخبات والاندية ومن بينها تصفيات كاس العالم اللي حتقام منها اربع جوالات في الموسم القادم في وقت تتعلق بها جماهير الكرة المصرية في ظل زيادة المقاعد الافريقية الى 9 مقاعد بدلا من 5 بالاضافة الى فرصة اخرى للعشر هل يتحرك احد قبل الموسم القادم ويدرس الامر دراسة دقيقة قبل ما تقع الفاس في الراس الكلام ده الراجل زه يقوله وزه يقوله بارقامه بدلالاته باحصائياته والفاس هتوع في الراسة يعني هو عمال ينبه لكن محدش عمل حاجة الموسم ده احنا عملنا تطور انه حنينهي بدري كويس الاتحاد الافريقي والاتحاد اه الاتحاد الافريقي ساعدك انه حيأجل السوبر فحيب عندك فطرة راحة ممكن يستفد منها لكن ماهو ده مش نتيجة سياسة ده نتيجة مجهود اتحدف على اندية ارهقها وارهق لعبتها النهار ده يا سيد ابراهيم لما تنظر الى المرضود بتاع لعيب الدوليين تجده انه مزبزب حقيقي فيه ايجابيات ظهرت في الشهر ده من خلال تأهل المنتخب الاول لنهاد كاس الامر الافريقية يعني المسابقة القادمة والمنتخب اللهم بالذي تأهل لدورة باريس نتيجتين حلوين واحدة يعني منطقية وعيب انما ان احنا نقول انها ايجابية يعني اي حاجة تانية كانت حتوبها كاريس ايه لكن بتقولك ان احنا هدي احنا ماشي المنتخب الاولمبي اه مفاجأة جميلة مفاجأة جميلة لكن مش مخطط له يعني انا كنت بس مع كابتن حازم امام وانا في العربية الصبح له برنامج في الازاعة وكان بيقول انه هو شخصيا لم يكن متفائلا بالمنتخب الاولمبي وكان مشفق عليه وكان كل الشاهد بتقول انه يعني مش هيامل حاجة من الاخر كده لحد ما تابع اول مباراة وابتدى يشعر انه لا فيه شغل فني ظهر من خلال المدرب هو هنا بيحيي المدرب وبيحيي كابتن بركات الا يعني كان حاضن الفريق حاضن وبيساهل وبيقولي ده كويس جدا وعشان يكون منصفين لازم المدرب لما يكون فيه عمل جماعي لازم يكون له ضور كبير طبعا ولازم يقول لك معنى كده ان الهرجالة ما زالت قائمة لكن المدرب هو اللي تغير وسمعت الكابتن حازم وهو يعدد ويتكلم في التسويق كابتن حازم شخص محترم فاهم جدا له اراء طيبة جدا لو سطاع ان ينفذها في تحت الكرة هتفرق هتفرق كويس جدا قدم الكثير من النصايح للمنتخبات للاندية وازاي تطور من نفسها وتجيب فلوس ازاي وتعمل ايه ولذلك انا ده اللي كنت بقوله ما كنتش قصدي اللي خاد الموضوع ان انا بهاجب كابتن حازم انا مش عايز التعدودية في المسئولية اللي تخلينا ما نستفدش بكل واحد في المكان الصحيح يعني انا مش قادر افهم ايه فايدة البرنامج اللي بيعمله كابتن حازم المينولوج اللي بيعمله ويتكلم فيه يقدر يقول هذا الكلام في تصريحات كمسئول في اتحاد القرى ايه العدل في انه يكون مسئول في اماكن تتعارض مع وجوده في الاعلام وفي اتحاد القرى اتمنى لان انا انظر الى واحد كادر زي كابتن حازم ان احد الامال لو تفرغ هو اتنين تلاتة على شاكلته من الناس الشباب اللي فاهم الاتحاد القرى يقدروا تطوروه مش عايزة منقشة بس هيتطور لو كان متحررا من التزامات اخرى هتضغط عليه هتضغط عليه عشان اخد انا فكت الكابتن حازم واللي زيه على فكرة ميدوا من النوع ده فاضل من النوع ده بس يدوني روحي تحاد القرى ما تروحش عدة تانية ما توقعش هنا وهنا 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 كده انت هتضطر تخدم على افكارك انت حسب المواقع اللي انت فيها يبقى الكورة مش هتستفيد الكابتن عماد متعب يروح في اتحاد الكورة في صلب اتحاد الكورة نبتدي نعمل كوادر يا أستاذ إبراهيم اتحاد الكورة عايش وكابتن احمد حسن طبعا ده كابتن احمد حسن أسهلهم ولو انه برضو له هذه الفكر المشتت برضو بيحللنا وبيعملنا لا انا عايز اللي يشتغل في اتحاد الكورة يبقى في القانون في اتحاد الكورة فقط الاتحاد الكورة ده حاجة فوق كده عشان تعمل شغل لازم أولا تتحرر من قيل التزامات حتى لو انت أنقى من انك انت تتأثر غزب عن الناس هتربطك بأي حاجة تتحرر من هذا الكلام تقدمونا بقى النموذج إيه اللي يطور كورة مصرية فعلا يعني إنما تبقى هنا وتبقى هنا وتبقى هنا وتبقى هنا غزب عن عين الناس هتشك ومش هترتاح فانت الكورة مصرية عايزة اهتمامي يا جماعة والله وعلى فكرة مش ضروري كله بلعب الكورة ما احنا شفنا وعليلينه اه الفكر اللي داري ولو كلك واحد زي الموان شريف حبيب واحد زي الأستاذ نجاتي مجد نجاتي واحد دي ناس هيلة تقدر تفيد بأفكارها وشخصياتها المستقلة وليه لا ليه ما نحطش الناس دي ونساعدها إنها تنجح ونقف وراء وكتب اللي أنديها فهمة إن المصلحاتها معها مثل هؤلاء الذين يعني حيفكروا طريقة مجردة دا كلام مهم أنا تعمدت ما قلش حد من النادي اللي يعني عشو ما يبليش مصلح لكن لو النادي اللي يستطيع هنيقدم الكثير من الكوادر بس بش هذا الشرط اللي يروح يتفرغ لتحاد الكورة دا كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي ماشي بالشكل العلمي والاحترافي الأهلي عمره مصطاد أو عمره مشاوى السمكة قبل استيادها دايما بيشتغل بشكل احترافي ودايما بيحط الأمور في نصابها الطبيعي وعشان كده يمكن ربنا بيوفقه لتحقيق كل ما يرضي هذه الملايين من جماهيره الكبيرة عشان كده هناك الكثير في بعض متلسانه القاتل الباسم مستر مارسل كولر الحقيقة الراجل جمع بين حاجات قلمة تتوفر في شخصية واحدة إن حد يكون عنده صرامة وعنده ابتسامة واضحة جدا عنده شدة في المعاملة في الملعب وعنده أريحية ولطفة في علاقته مع اللعيبة القاتل الباسم مارسل كولر انتباعك ايه؟ أول ما جاء أنا قلتلك ده شبه مين؟ شبه منول؟ لا أنت قلتلي فيلر ولا مين؟ فيسا فيسا آه شوكتلك فيسا؟ نفس الشخصية دبلوماسية حاسمة محترمة محبوبة عادلة عادل جدا عادلة حتى في خلاف بين وبين الناس على واحدة أو اثنين هيبقى عنده سبب مش ضروري كل حاجة تتقال وحتى في المؤتمرات الصحفية بيحترم الناس وبيجاوب على كل حاجة اه يعني شوية كده عايز أعود معاه فيما يخص المؤتمر انت مش واف على طريقته في المؤتمر لا لا بالعكس بالعكس عجباني بس فيك ساعتي يعني واخد على برة أكتر انت هنا أي كلمة بتتحسب عليك وناس بتحتفظ بيها وترجع عليك وقت ما تحبه يعني فما تبقاش على عريتك أو برضو يعني تعفظ قديلك مثل يعني اما كان بيقولك اللعيبة ومعديش لعيبة ومش عارف ايه كان الناس بتنتقدوا ما كانش يقصد كده طبعا انما قاعد تقوله انت بتجي بلعيبتك ما كانش بيهاجم لعيبتك أو الحاج كان بيقول ان اللحظة اللعنا فيها دي انا اعاني من كده واحد اثنين تلاتة اربعة والراجل عالج هذا القمر من خلال الفرقة يعني ما دخلوش حد يعني فهو شخصته لطيفة لكن قول لانا بقى اما تيجي تتعامل هو بيدحك كده جننك دي اللي في دماغه في الاجتماعات اللي في دماغه بشكل موضوعي مش ان عينة دي لا يعني ولذلك تجد ان اشعر كابت الخطيب بيأسق في رأيه جدا عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد ده مشروع للتجديد ان شاء الله واضح انه فيه توافق كامل حتى هو نفسه كمان مبسوط دع كل امر في حينه احنا يعني فيه ناس بتحب انها تكمل معك هو فيلر ما كناش عايزين تكمل معنا طبعا هو اللي عنده شخصيته قالت لا ماكملش في لحظة ما كنا عايزين مسماني مؤكد يعني هو جات له لحظة احسسنا انه هو عايزينش ماشي ماشي يعني فانت مش عايزين نتعجل الامور لكن يريد مدرب بازي الشخصية يكمل معنا ويكمل مشروع المشروع يعني لان جزء من المشروع ده لازم يبقى الالتفات الى الداخل تطوير بقى بكل حت عشان المهندس عدل بيشبه مارسو الكولر بالمدربين الكبار اللي عملوا بصمة كبيرة في النادي العلي الحياة الرجل ده طيب ألف مبروك ألف مبروك الأهلي بطل الدور الممتاز اتنين واحد سيراميكا فاز على بيراميز اتنين واحد فأوقف رصيد بيراميز عند سبعة وستين نقطة يعني عمل ريمونتا ده وصراح محسن سجل الهدفين للسيراميكا الحقيقة أصبح رصيد بيراميز وقف عند النقطة سبعة وستين بقيل ومطشين مطش مع الاهل ومطش مع طلاعي الجيش رصيده مايش هيزيد عن تلاتة وسبعين الآن الأهل خمسة وسبعين نقطة ويرجع الدرع الأحضان الأهلي ألف ألف مبروك للدرع تلاتة واربعين لأبطال الدوري أنا الأهل ألف 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 مبروك عايز أقول لكم كواليس بقى التلاتة واربع دعية اللي فاتوا في الفصل اللي فات الاعداد عمال متابع معنا المطش بتاع بيراميز لقطة بلقطة والمهندس عاد لي قافل ودانه ومش عايز يسمح حاجة يقول لك أنا ما بتفقلش أبدا بالجو ده طبعا لازم أن نتكلم ولازم أن نعمل لكنه كان على درجة من التوتر ينفع وإحنا عديد تقول لهم لو حصل اعملولي وصوولي منش دازل أني جاهزوا الشهر ما لأ مش نستهلم ما نشوف النتيجة إيه ألف ألف مبروك أولا أنا حتقول يعني ألف مبروك لجماهير الأقل في كل مكان كنت خايف على الدوري لأ أنا عايق كل أسبوع مكسبوا رحل اللي جاي مكسب لي على الموسم الجديد أي وأنا قلت لك إيه قلت لك إن بيراميز حيستفيد من دي كمان تحرر بقى من القصة دي أنا التاني أنا التاني وكان هيتعلق بأمل ضعيف لكن القالي كان اللي مش هجيبه المطشدة هجيبه اللي بعديه طب خلينا أخد خبر أقول للناس حاجة يعني صلاح محسن جاب الجنين وتقال إن مارسل كولر طلبه يرجع الراجل وإيه عارة يا مستر مارتن أنت عايز إيه بس أوامر بس ما عرفش هو مارتن كولر حيقول إيه وأنا هاخد أخباري من السوشال ميديا لكن هو صلاح بيغازل أه بيغازل لا المنتدى يعني أنت أنت تتلقى هدف مبكر كسيراميكا وضعها متأزم جدا أولا بالنسبة لسيراميكا خلاص كده باي باي استقرت بقى في الدورة أو إيه النقطة 37 أو 38 فسيراميكا خرجت برا المعادلة الصعبة مبروك لكابتن حلمه طولان هو رخر أنقذ الفريق طبعا طبعا يحيى جدا 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 يعني مبروك طبعا لسيراميكا وشكرا ريحتو بقى إيه عشان يبتدي بازا عايز يتجرب حاجة يعمل حاجة يسوي حاجة والمطش الجام يبقاش بالشدة دي ونفس الزمالك ما يبقاش أهلي وزمالك متستنين الاحتفال والنتيجة تبقى مش عارف إيه يعني المكسب ده حيهدي الأسابيع القادمة ده مكسب مهم جدا يا جماعة ومكسب مبكر أوي فيه أرقام قياسية كبيرة جدا أولا مارسل كولر يجيب خمس بطولات مع الأهلي وتقول لي يكملوا ده لازم يكمل قوي خمس بطولات في موسم الرجل خاد الدور وخاد أفريقيا وخاد اتنين سوبر وخاد كاس مصر خمس بطولات في موسم لم يكتمل بعد لسه فيه كتير إن شاء الله بعد نهاية ماتش الاتحاد واللعيبة بتتقذفه بترميل فوق ياليت نشوفها يا جماعة اللقطة دي واللعيبة بتشير مرسل كورا وإحنا كسبنا الدوري وكأنه فيه شعور إنه بإذن الله ماتش الاتحاد ده كان سبب إن إحنا نكسب الدوري بس هم الحقيقة كانوا فرحانين إن الدوم أجازة 48 ساعة تفتكر إن قال لهم ساعتها لا أه ساعتها وقال إن هم فرحوا أكتر من الثلاث نقال قال ده فرحوا بالأجازة أكتر من الثلاث نقاط ألف ألف مبروك وعشان تشوفوا الاحترافية بتاعت الأهلي في الفاصل كلمت الكابتن ساد عب حفيز المدير الكورا اللي بنبركله وبنبركله كل هذا الجهاز على كل الروح اللي عاملينها عارفين كنا عايزين ندخل ساد عب حفيز عشان نبركله على الهواء بصوا بقى الاحترافية اللي بجد قال لك لا 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 فيه احتفالات ولا فيه تصرحات ولا فيه حاجة إلا بعد مطش الزمالك أنا معاه 100 مية فبصوا على احترافية ساد عب حفيز وعلى تأدير المسئولية الأهلي شايف مطش الزمالك في حد ذاته مباراة مهمة لجمهور النادي الأهلي وحتفضل كل مباراة لغاية نهاية المسابعة كل مباراة لها اعتباراتها الخاصة عند الجهاز مؤكد لا يعني هو دلوقتي انت بتول رقم قياسي بعد الفوز على الاتحاد هو انت مش عايز تكمل عشان نشوف حنخرج من المسم ده عاملين ايه انت مؤهل تعمل مجموعة من الأرقام القياسية بعد الفوز على الاتحاد ولقطة الاحتفالية بمارسل كولر الأهلي وصل لثلاثين مباراة في الدور يا جماعة بدون هزيمة الأهلي لما بياخد الدور بياخدوا عن جدارة واستحقاق كاملين الأهلي اتعرض كل حاجات صعوبات السنة دي وانا قلتلكوا في بداية الموسم ده موسم استرداد المفقودات فقدت بطولة افريقيا السنة اللي فاتت ده الظروف بتاعت الفاينال والجواب وخب الجواب اللي حصل فيها اشتغلت بقوة واستردت هذا اللقب ورجعت الأميرة من المغرب من نفس الملعب اللي فقدت فيه الأميرة السنة اللي فاتت من نفس الفريق قدام نفس الفريق الكبير السنة دي تضيع منك بطولة الدور في الموسمين الاخرين بتفاصيل كلكوا فاكرينها كلكوا فاكرينها يكون النتيجة ان انت ترد السنة دي اولا ترجع الدوري قبل نهايته بخمس اسابيع ما بيعملهاش الا الاهلي في مرات التتويق بتاعته وارقام قياسية ينافس بيها الاهلي نفسه تعارفين انه بعد الفوز على الاتحاد الاهلي وصل للمباراة تلاتين متتالية بدون هزيمة تسوى مع عاشر افضل سلسلة لا هزيمة لوف الدوري العاشرة كلهم للاهلي الاهلي لما ياخد الدرع تلاتة واربعين تقريبا تلات اضعاف اقرب منافسية نادي الزمالك الشقيق وحاصل جمع كل المنافسين في المسابقة في التاريخ ده رقم قياسي مش موجود على فكرة في كبريات البطولات العالمية في الدوريات الاهلي عنده عشر مرات قبل كده حقق فيها سلسلة التلاتين مباراة لها هزيمة اخرهم كانت مع مستر هيدوكوتي المجري بدأت من ابريل خمسة وسبعين الى اكتوبر ستة وسبعين ولعل من المفارقة العجيبة الغريبة انه الرقم بتاع هيدوكوتي من خمسة وسبعين لستة وسبعين شارك فيه الكابتر محمود الخطيب كلاعب وهدف للفريق وتكون النتيجة انه الرقم لما يتحقق دلوقتي يكون محمود الخطيب هو رئيس النادي بصوا المفارقة الاهلوية بين الحدثين بس الرقم الاول لسه ما تحطامش التلاتين مباراة اللي هو عيد جوسي اخر هزيمة كانت يوم 31 مارس 75 امام المصري قبل اخر مباراة في الدوري بدأت سلسلة الله هزيمة في الاسبوع الاخير من دوري 74-75 بالفوز على الطيران 3-0 ثم 23 مباراة في موسم 75-76 الرقم الحالي 30 مباراة بدأ بعد هزيمة الاهل امام الجيش بهدف يوم 27 اغسطس 22 بدأت بقى بالفوز على السيراميكا 4-0 يوم 30 اغسطس في اخر مباراة في الموسم الماضي اضافة الى 29 مباراة في دوري الموسم الحالي حتى وصلنا للرقم 30 30 مباراة مرسل كولر الحقيقة واحد من اصحاب البصمات الكبيرة جدا في تاريخ الكرة الاهلوية يتوقع ان الرجل ده في حال استمراره وفي حال دعم الفريق وفي حال وجود كل العناصر المتكاملة والمساندة للفريق هيروح لارقام كبيرة اول يا رب يا رب خلي كل حاجة في معادها لسه فيه بطولتين او ثلاثة لازم يسع بقوة انه يحصل عليهم طبعا هيبقى اللي ضغط عليك دلوقتي وانا بقول لك جمهورك من الصبح ايو اكلمك في الارقام القياصي اي لكن فيه بطولتين يا بطولتين يا تلاتة اعتقد بطولتين انت عندك كاس مصر للسنة دي ها والسنة لفاتح ما عندك السوبر الافريقي مباراة اتحاد العاصمة الجزائري اه دي كولر يا جماعة اهو في لحظة التهشيك انتوا بلاحظين ان فردة الجازمة بتاعته اليمين ضعت لا القندوسي هلعه الفردة بتعرفش ليه انت بتتكلم اللقطة دي كما لو كانوا فعلا حسين انهم ارهاصة ارهاصة يعني كانت فقلة حسن يعني طيب لو قلنا جهود مارس الكولر في الفريق واضحة جدا مقاوماته زي ما المهندس عابلي قال لكم الصرامة والحسب والعدالة وشغال الحياة مع جهاز والهدوء معها جهاز خلينا نحيي كابتن سامي قمصان ونحيي بقيت عناصر الجهاز لانه الحياة شغالين بشكل هايل جدا تشوفين حراسة المرمى يا جماعة زي الايام دي السنة اللي فاتت كان اي حد بيقابل المهندس عادلي يقول له عايزين جون عايزين حرس مرمى كنت برد اقول له احنا قلقانين كنت برد اقول له يا ساز براهيد ايه ديني الكريدت كنت اقول له ما عندناش مشكلة في حراسة المرمى اه والله كان يحدث هذا ما كنتش شايف ان انا طب اجيب من من بره احسن من اللي عني ايه بيمليك طرع جيش فاز على اسوان واحد سفر اه الاسماعيل فاز على الداخلية واحد سفر والبنك الاهلي البنك الاهلي تعادل مع المحلة سفر 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 انا مش عارف مواقف الفرع دي كده خلاص الاسماعيل كده مبروك اه الاسماعيل فرصه اه خلاص وسيراميكا مبروك وسيراميكا كويس يبقى عندك عندك موقف اسوان والمحلة بالتعادل ده برضو حيفدها اعتقد والاسوان والمحلة وايه التالت كده 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 الاسماعيل والسيراميكا طلاع كسب طلاع جيش كسب اسوان اه اه مبروك طلاع الجيش لسه لسه الوقت طيب سيراميكا والاسماعيلي 37 نقطة اه فدول خلاص نجوا اه انما الحرس طبعا تأكد هبوطه بواحد وعشرين نقطة الدخلية 32 نقطة والمحلة 33 نقطة تم الدخلية واسوان 33 نقطة تم الدخلية خلص الماتش بتاع الدخلي والدخلية تغلب خلاص بس تصبر علي فضل الله ماتش اه هتوبى 35 يوماتش عموما هنقلوكو كل فرق بقيه الهمين والدخلية اخر امل له كام 35 لو كسب الماتش الجاي اه خلاص اي طلعها جيش كام ولا لسا 36 طيب المحلة المحلة كام 33 اه المحلة ممكن توصل 36 المحلة ختام مع حرس الحدود فعنده فرص والاسماعيل عنده الاتحاد خلاص بقى خلاص بقى فدل اسماعيل قعد خلاص واسموها عنده 36 بقيه الهماتشين بكرة مع امبي ونهاية مع المصري و وعنده 36 البنك البنك عنده 36 ومع فيوتشر سيراميكا خلاص سيراميكا اسماعيل خلاص اه اصوان ممكن يوصل 36 وحيختم مع الدخلية اه دي معركة لا ده دخلية الدخلية عنده 32 اه 32 اما الدخلية خلاص ام طيب اه 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 طلع الجيش عنده 36 ويختم مع بيراميز ما هون انت دلوقتي عندك فرقتين تقريبا اه 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 يعني اه 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 دي لازم ان وراها ناس كتيرة اشتغلت تستحق الشكر وتستحق التحية وتستحق التهنئة اللعيبة ليهم كل التحية والتهنئة لعيمة لقال يا جماعة السناد استحمله حاجات صعبة جدا 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 الجهاز الفني رتب شغله كويس اشتغل بشكل علم كويس اشتغل يعني حوط على الفرقة بشكل كويس كابتن سدعب حفيز مدير الكورة مع مرسل كولر انك انت توفر له مناخ للفري في كل هذا التركيز ان انت عندك ناس كتيرة ما حدش حس مين اساسي ومين احتياطي الراجل عمل فكرة التدوير بشكل يدرس ازاي تقدر تحافظ على لياقة اللعيبة وتستخدم اكبر عدد منهم وتجهيز اكبر عدد بحيث ان انت ما تحسش ان في مشكلة راجع مع اي حد على المسلس الهجومي تلاقي مرة بيبدأ بكهرباء رأس حرباء مرة شريف مرة تلاقي بيرستاو يودي بيرستاو يمين في مركز عشرة يلعب طاهر يلعب عبدالقادر يلعب حسين الشحات في موسم رائع جدا مجموعة ما حسناش ما حسناش ابدا مين اساسي ومين احتياطي وفي البدايات ما ننساش ايه أكرم أكرم وكريم وكريم فؤاد وأكرم توفيه طبعا والبداية الرائعة للاتنين دون تحديدا أي وإسهاماتهم في المطشات الأولى كانت عاملة إزاي صحيح طيب عشان تشوف اللعيبة الأبطال دول عملوا إيه سنة دي لأنك إنت لما تفوز بخمس بطولات في موسم واحد ورافض تحتفل علشان عندك مباراة لازم أن تكون فعلا فريق بيدار بشكل احترافي تحمل خلال الموسمين فريق الأهل يا جماعة السنة دي سافر عشر رحلات سفر لعدد ست دول مئة ساعة طيران تكبدها لعب النادي الأهل مئة ساعة طيران فيهم عشر رحلات المغرب تلت مرات كاس العلم للأندية والرجاء والوداد تونس مرتين الاتحاد المنستيري والترجي الإمارات مرتين كاس السوبر المصري مع الزمالك ومع بيرامنز السودان مرة للقاء الهلال الكاميرون مرة مع القطن جنوب أفريقيا مرة مع ساندونز مع هذه السفريات المئة ساعة طيران خارجيا داخليا كان اللعيبة الأبطال دول عشر سفريات لعدد أربع محافظات اسكندرية سبع مرات يسافرهم الأهلي عشان يلعب مع اسموحة وفرقه والاتحاد واربع مرات للمصري والإسماعيلي ويسافر أسوان مرة ويسافر المحلة مرة ويسافر السويس مرة كل السفريات دي وكل هذه الصعوبات يا جماعة مع تحية الجهاز الفني واللعيبة أبطال الدوري لازم يحيى الفكر الإداري اللي ريح اللعيبة وضحها بالمشاط الأخيرة من الموسم اللي فات لأن احنا بنتكلم ازاي استفادنا من الوقت جدا 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 ازاي احنا رتبنا لهذا الموسم عشان الناس اللي بتتكلم على الإدارة وعلى الفكر الإداري كانت محمود الخطيب كمشرف على الكورة من مجلس الإدارة انك انت تاخد قرار ويعود وقولك تريح اللعيبة ما انا لو كنت عايز اطلع انا خدت التالت وارتبعت ومش عايز التاني لان الاول بالنسباني التاني فشل لكن ااخد التالت وانا نهيت الدور الاول التاني فبالتالي تحقق الهدف الاستراتيجي ان انا اشارك في دور الأبطال لا يعني هو فيشتغل بشكل احترابي وريح اللعيبة حاخد بترتيب ساعة ارسال الأسماء ده جدول الدوري يا جماعة مع تتويج الاهلي بطلا لهذا الموسم واستعادة الدرع 43 الاهلي لعب 29 نق مباراة فقط تخيلوا بياخد الدوري وهو اقل من كل المنافسين شايفين بقادة ايه عنده خمس ماتشات لسه الاهلي فاس في 23 مباراة اتعادل ست مرات الخانة الوحيدة اللي فاضية بدون هزيمة هي فقط للاهلي بطل الدوري بطل الدوري هو الاكسر تسجيلا للاهداف برأغ منه اقل عدد من المباراة سجل 54 هدف دفاع الاهلي هو الافضل بين كل الدفاعات استقبل سبع اهداف فقط الاهداف البيور للاهلي في الفارق 47 هدف 75 نقطة للاهلي الاهلي بيقله وهو بيقله عن الزمالك حمل اللقب اللي يمكن القياس عليه بتلت مباراة كاملين ومع هذا الاهلي 75 نقطة ونادي الزمالك 59 نقطة يعني 16 نقطة بالزبط فارق للاهلي عن الزمالك مع وجود تلت مباراة اخرى فاصلة بين الاهلي والزمالك نهيك عن برامز اللي رصيده ايضا وقف عند 67 عند النقطة 75 توج الاهلي ببطلا للدوري بجدارة واستحقاق هنا بس تبقى للجدول ده انا اظن الجدول ده فيه حاجة مش لانه اذا كان كده يبقى الدوري خلص الاسبوع اللي فات ليه الفارق 8 نقاط كده في الجدول 75 و 67 ما هو 67 عشان انت دلوقت الرصيد الحالي بصبر بس عليا بصبر عليا وبرامز كان فضل له ماتشين يعني الماكسما يبصل 73 البرامز كان اعلى رصيد ممكن يوصل له لو كسب 73 لا لو كسب النهاردة هو الدهات 67 لو كسب النهاردة كان هيبقى 70 ماشي عنده ست نقاط محتملة هو اللي ساله ماتشين ولا ماتش ماتشين هو ماتش مع الاهلي مش مكتوب كده ماتشين هو بيقله ماتشين دلوقت ماتش مع الاهلي وعنده مباراة تانية مع طلاع الجيش صح كده الجدول مصبوط الف 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 مبروك لبطل الدوري رقم 43 انك تفوز بالدوري قبل نهايته بكل الارقام القياسية اعتقد انجاز لا يقوى عليه الا الاهلي الف الف مبروك الحمد لله وربنا كميل على خير ودايما يا اهلي وارجو ان جمهورنا يبقى مستمتع بما يحققه النادي الاهلي ويدى الجيل ده حقه يدى الجيل ده حقه ده الجيل اللي جاي يعمل واحدة من اساطير النادي الاهلي اساطير الاهلي البطولية لا يفعلها الا الاهلي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا للدوري وبطلا شامخا انا الاهلي تصبعوا على خير اشتركوا في القناة